موسيقى أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى توفير فرص العمل وتحسن الأوضاع المعيشية المحاركان الأساسيان لانتفاضة القصرين موسيقى ركود في سوق السيارات في قطاع غزة المحاصر بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية موسيقى شركات عالمية تغادر السوق الأردنية بسبب الإجراءات الضريبية موسيقى أهلا بكم اتفق الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف التي تمثل أرباب العمل على زيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعد مفاوضات استمرت أشهر طويلة اتفاق الزيادة الذي ينتظر أن يشمل نحو مليون ونصف مليون عامل في القطاع الخاص قد لا يرضي طموح العمال ولسيما أن البلاد تعيش هذه الأيام على وقع انتفاضة اجتماعية ومطالب اقتصادية واسترتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية يترافق ذلك مع ارتفاع نسب البطالة إلى 15% إلى ذلك استمرت احتجاجات العاطلي من العمل في مناطق مختلفة من تونس وذلك لليوم الخامس على التوالي وبعدما بدأت التظاهرات في محافظة القصرين امتدت لتشمل محافظات أخرى إلى أن وصلت إلى العاصمة خرج المحتجون في العديد من الولايات وطلبوا بإجراءات حكومية سريعة تحفز التنمية وكانت الحكومة قد أقرت حزمة إجراءات لامتصاص غضب العاطل من العمل في القصرين من بينها استيعاب خمسة ألاف منهم وتمويل خمسمائة مشروع صغير وبناء ألف مسكن في قطاع غزة توقفت حركة استيراد السيارات في القطاع بسبب الضريبة الجديدة ونسبتها خمسة وعشرون في المائة هذه الضريبة فرضتها مالية غزة ما يرفع نسبة الرسوم الجمركية على المستوردين إلى خمسة وسبعين في المائة وهي نسبة عالية لا يتحملها أهل القطاع المحاصر على هذا النحو تتكدس ألاف السيارات في معارض القطاع منذ أكثر من عامين بعد فرض وزارة المالية في غزة رسوما إضافية على السيارات المستوردة من الخارج بنسبة خمسة وعشرين في المائة النسبة هذه تضاف إلى رسوم أخرى تفرضها السلطة في رمالة على المستوردين بواقع خمسين في المائة ضرائب تهدد بانهيار سوق السيارات في القطاع بعد العزوف عنها جراء الارتفاع الكبير في أسعارها ندفع في رمالة خمسين في المائة ضريبة شراء على السيارات ويفترض أنه ما ندفعش يعني غير المبلغ هذا لكن للأسف مالية غزة تفرض خمسة وعشرين في المائة شركات استراد السيارات في قطاع غزة على حافة الانهيار نناجد حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها اتجاه قطاع غزة قرار وزارة المالية في غزة جاء بحسب قولها بسبب تجاهل حكومة الوفاق لمؤسسات القطاع الحكومي قرار سيزيد برأي متخصصين حالة الكساد في السوق وسيخفض المبيعات بنسبة تصل إلى أكثر من سبعين في المائة ما سيكلف التجارة خسائر كبيرة سيتحملها المواطن وحده وفي الشبيع ولا في الشراء يعني زي ما انت شايف هاي السيارات كلها واقفة ولا واحد قيل للتنوين انت ولا واحد راحم حد يعني احنا بالموانقصة كنا الواحد يعني ها يعني يعني يماش وضعه قبل الخمسة وعشر المائة كان السوق بس بعد الخمسة وعشر المائة الوضع مأساوي للغاية صار يعني بأول بيقولها التاجر والتاجر بروح بحملها عامين برضو على المواطن بنطلب من الجميع يعني حكومة رمالة وحكومة غزة انه يتوحدوا مع بعض ونروحش احنا ضحية في الرجلين الجمارك الجديدة دفعت التجارة إلى وقف استيراد السيارات حتى إلغاء ضريبة غزة المضافة في المقابل يحذر خبراء من النتائج الكارثية لسياسة الازدواج الضريبي على الاقتصاد المتهالك في غزة أساسا بفعل الحصار والإغلاق استمرار سياسة الازدواج الضريبي لا يهدد بانهيار قطاع تجارة السيارات فحسب بل ينظر أيضا بشل قطاعات كثيرة ما دام المواطن سيدفع مرغما من جيبه الخاص ثمن الانقسام مرتين أحمد غانم غزة الميادين قال الرئيس الصيني تشي جينبينج أن مصر والصين تعتزمان إقامة 15 مشروعا في مصر قد يصل إجمالي قيمتها إلى 15 مليار دولار وأعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر توقيع اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار كما وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل بقيمة 700 مليون دولار وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على وردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لخفض قيمة العملة وإلى السعودية حيث كشفت صحيفة مال الاقتصادية أن مؤسسة النقد العربي السعودي طلبتنا البنوك المحلية إصدار سندات بقيمة 5 مليارات و300 مليون دولار الأسبوع المقبل لتمويل العجز المتوقع في موازنة هذا العام وكانت الحكومة السعودية قد استأنفت في تموز يوليو الماضي إصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك للمرة الأولى منذ عام 2007 بهدف تغطية العجز في الموازنة البالغ 98 مليار دولار والناجم عن هبوط أسعار النفط أوقفت 300 شركة على الأقل أعمالها في إقليم كردستان العراق بسبب الأزمة المالية في الإقليم وكشف عضو لجنة الحماية المستهلك في برلمان إقليم كردستان محمد اليخاني أن تسجيل الشركات المحلية انخفض العام الماضي بنسبة 52% أما تسجيل الشركات الأجنبية فانخفض بنسبة 76% علما أن بيانات وزارة التجارة في كردستان كشفت عن وجود أكثر من 3000 شركة أجنبية مسجلة و21 ألف شركة محلية أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد صباح اتجاه بلاده لوقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء ولرفع أسعارها لمواجهة خفاض عائدات النفط سبق لكل من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين أن ألغت دعم بالكامل أو رفعت أسعار الوقود والطاقة لتعويض تراجع الإيرادات النفطية وهي المصدر الأساسي لمداخلها وخصصت الكويت نحو 7 مليارات دولار في موازنة هذا العام لدعم أسعار الوقود والطاقة في الأردن غادرت شركات عالمية السوق الأردنية بسبب ما وصفته بإجراءات ضريبية لم تعد تسمح لها بالبقاء في الأردن خطوة تترك آثارا سلبي على اقتصاد البلاد ما دفع الخبراء والمراقبين إلى رفع الصوت عاليا لإيجاد الحلول والحفاظ على جاذبية البلاد للمستثمرين معتز القيسية يد الحكومة لم تعد تأخذ من طرف جيبهم بل توغلت إلى أقصى ما يمكن تحمله هكذا يقول أصحاب عدد من الشركات التي أعلنت نيتها مغادرة السوق الأردنية طريق مزدود للشركات التي تتجاوز قيمة استثماراتها مليون دولار أمريكي ومستقبل غير واضح المعالم لأكثر من ألفين موظف سيصبحون بلا عمل ونحو مليار دولار رأس مال ثلاثين شركة متعثرة كلها تعني كما يقولون أن الأردن ليس بيئة استثمارية المعيقات كلها تتمثل في الكلفة الانتاجية الكلفة التشغيلية زيادة في الرسوم الجمهورية متعودين تعرف دول العالمات التجارية ما عندهم رسوم جمهورية في دول الخليج دول عالمية نحن عندنا الرسوم الجمهورية يعمل التنافسية مع البلدان الأخرى اللي هم عندهم مركات فيها أقل الاستثمارات لم تعد تربح بل إنها تتكبد الخسائر فارتفاع الرسوم الجمهورية على قطاع الألبسة من 16% إلى 20% فضلا عن المبارغ المترتبة من الكهرباء والضرائب والمصاريف التشغيلية والتي من ضمنها المصقفات والرسوم إضافة إلى أن القوة الشرائية تراجعت نحو 30% للألبسة والأحذية في العام الماضي ووجود ما يزيد عن 11 ألف محل ألبسة كلها أسباب دفعت المستثمرين إلى البحث عن الربح خارج حدود المملكة بشكل أو بآخر فأنها تدق جرس الإنذار حول البيئة الاستثمارية بشكل عام وهي تطرح فكرة أخرى عن تراجع قدرة المواطن الأردنية على شراء منتجات أو ما تعرضه هذه الوكالات من سلاء أو منتجات في السوق الأرقام الرسمية التي كشفت عنها موازنة الحكومة للعام الحالي أظهرت أن نسبة الضرائب والرسوم تشكل 74% من إجمالي إيرادات الدولة نسبة عالية جدا ربما تكون السبب في دفع عدد من الأردنيين للاستثمار في الخارج حيث أظهرت دراسة حديثة أن الأردنيين جاءوا في المرتبة الأولى بضخ الاستثمارات في عقارات دبي بمبالغ اقتربت من مليار دولار أمريكي حتى الاستثمار باتت الحكومة تقاسمه في دخله وإيراداته بطريقة خانقة يتساءل مراقبون اقتصاديون كيف لنا أن نصمد أمام طرد الاستثمار وإغلاق أبواب العمل في ظل الارتفاع الكبير في نسب البطالة وفي ظل اقتصاد ضعيف وكسول وكسول ماتز القيسية عما الميادين كشف وزير الطاقة الجزائري صالح خيري أن شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناتراك ستورد المزيد من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الهند ونقش خيري مع نظره الهندي توريد المزيد من النفط الذي يبلغ إنتاجه حاليا نحو مليون ومئتي ألف برميل يوميا وسط سعي جزائري لرفع إنتاج النفط بما لا يقل عن 5 إلى 10% هذا العام ويستمر انخفاض أسعار الخام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض ليتخلى عن المكاسب المحدودة التي حققها في وقت سابق وانخفض سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة إلى مدون 27 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2003 في الوقت الذي منيت فيه أسواق المال العالمية بهبوط حاد وسط مخاوف المستثمرين من تزامن الفائد في معروض الخام مع التباطئ في الصين كشفت صحيفة فانانشل تايمز البريطانية أن أول شحنة من النفط الأمريكي وصلت إلى أوروبا وذلك بعد رفع حظر تصدير النفط الذي دام أربعين عاما إلى إحدى مصاف النفط في سويسرا الصحيفة أشارت إلى أن الكونغرس الأمريكي وافق الشهر الماضي على إنهاء الحظر المطبق منذ أربعين عاما على الصادرات النفطية قال وزير المال البريطاني جورج أوسبورن أنه سيرشح كريستين لاغارد لولاية ثانية في منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وأبدى ثقته بأن لاغارد قادر على توجيه دفة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة علما أنه لم يظهر أو لم يظهر حتى ساعة منافس واضح لاغارد التي قالت سابقا إنها لا تمانع البقاء في منصبها لفترة أخرى بيض الخبر نأتي لختم النشرة الاقتصادية للمزيد زور موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء